موسيقى علاقات تاريخية متميزة تربط بين مصر وكينيا تعود إلى ستينيات القرن الماضي عندما سندت مصر حركات التحرر الإفريقية وفتحت أبوابها لزعماء الأفريق الوطنيين وأمدتهم بكافة وسائل الدعم الممكنة وصولا إلى التحرر والاستقلال وعندما تحولت كينيا إلى جمهورية عام 1964 كانت مصر سباقة إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع هذا البلد الإفريقي وخلال مؤتمر القمة الإفريقي الثاني ثمن الرئيس الكيني جومو كينياتا دور مصر الفاعل في مساندة بلاده والكثير من بلدان إفريقيا في التحرر من الاستعمار لم يستطع الاستعمار أن يحقق أماله بأي حال من الأحوال لأن الخوة الإفريقية تدمع بيننا هنا نحن الشعب المصري وبين الشعب الكيني الباسل الذي دفع عن حرياته ودفع عن استقلاله فما أن حصل على حرياته وما أن حصل عن استقلاله حتى قضي على التوق الحديدي الذي أراد أن يقصلنا عن إخوتنا في إفريقيا دخلت العلاقات بين مصر وكينيا مرحلة جديدة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس سيسي إلى كينيا في الثامن عشر من فبراير عام 2017 إن مصر وكينيا يربطهما شريان واحد وهو مهر المي وتاريخ طويل من التعاون البناء وتتشاركان في ذات التطلعات والتوجهات فالبلدان يسعيان لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبهما اعتمادا على إمكاناتهم الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي ونحن نؤمن بأن التعاون الاقتصادي بينهما سيكون عاملا حاسما في تحقيق هذه الأهداف التزم البلدان بعدها بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية كما تم الاتفاق على تسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين ولسيما في مجالات الإسكان والصيد والزراعة والأمن الغذائي والصحة والسياحة والطاقة المتجددة والتعاون في المجال الأمني هذا فضلا عن التبادل الثقافي وجاءت زيارة الرئيس الكيني إلى القاهرة لتعكس عمق الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين وشكلت فرصة متجددة لأعطاء دفعة لهذه العلاقات وتميزت القمة المصرية الكينية بتقارب وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاندماج بالقارة السمراء وإصلاح الاتحاد الأفريقي وإحلال السلام والأمن في القارة وجسدت اللقاءات المتبادلة وحرص الزعيمين الدائم على توطيد العلاقات الثنائية على كافة المستويات فضلا عن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين ولأن الاقتصاد هو مكون أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية فقد حرص الجانبان على تكريس شركة استراتيجية ترقع إلى مستوى العلاقات السياسية وبلغة الأرقام ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة أربعة وسبعة من عشر بالمئة كما ارتفعت أصادرات المصرية بنسبة ثلاثة وثلاثة من عشر بالمئة لتسجل أربعمائة وخمسة وستين فاصل سبعة مليون دولار ما يؤكد أهمية السوق الكيني إلى مصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في استلعى المصرية ويتعزز الحضور المصري على مستوى القارة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح سيسي في الاجتماع التنسيقي نصف السنوية الخامس للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والأليات الإقليمية في العاصمة الكينية نيروبي يوم السادس عشر من الشهر الجاري الرئيس السيسي سوف يجدد الكزام مصر بالعمل الإفريقي المشترك وبمشاريع الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلم والرفاه لشعوب القارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر